موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكل سادة المشاهدين اللي بيشاهدونا من داخل مصر وجميع عن حياء الوطن العربي حلقة جديدة من برنامجكم سؤال لمسؤول الحقيقة خليني في البداية أتوجه ببالغ الأسى والحزن لكل شهداءنا اللي بيموتوا يوميا على الطرق كل يوم بنشوف على وسائل الإعلام المختلفة سواء المقروعة أو المعلنة نحن بنشوف حوادث على الطرق ناس بتموت تعبيرات كتيرة جدا على الطرق بنشوفها بنشوف دماء على الأسفل كمان مصطلح كده دارك على الطرق عفريت الأسفل عربيات ناقل كتيرة بتاخد اتجاهات وسرعات جنونية حتى العربيات الملاكة الصغيرة نفس الشيء ما فيش أي زوابط أو أي روابط على الطرق إرشادات مرورية ما فيش حتى العلامات المرورية المتبعة عالميا كمان ما بنلاهاش كمان كتير من طرقنا بتبقى متكسرة كتير بيبقى عليها نقر وحفر بتيجي العربية وهي ماشي على الطريق السريع بسرعتها المقررة وليكن 80 كيلو في الساعة أو 100 كيلو في الساعة ومرة واحدة بتلاقي نقرة في الطريق فعشان تتفاداها يا إما بتخش في عربية جنبها يا إما مضطرة أنها تاخد النقرة أو المطب وبالتالي بيحصل يا العربية بتتقلب يا العربية بيحصل لها مشكلة وفي الآخر بيعود على الصائق وعلى أمن وسلامة الطريق الحقيقة مشاكلنا كتير وكان لازم النهاردة نتوجه لمسؤول ونسأله ليه كل المشاكل دي عندنا في مصر بيسعدني أن يكون ضيف حلقتنا النهاردة المهندس السيد متولي رئيس الإدارة المركزية لهندسة الطرق الهيئة العامة للطرق والكباري مش مهندس سيد أهلا بيك في سؤال المسؤول أهلا بيك أهلا بحضرتك الحقيقة إحنا عايزين نعرف بقى ليه هنا في مصر وحتى في خبر كده أعلن أن مصر هي أول الدول في الشرق الأوسط في حوادث الطرق ليه؟ نبدأ الأول بحضرك تقول حضرك قلت أن الطرق فيها حفر وفيها عيوب كتير في سطح الرصف أنا عايز بس أوضح للموطنين بعض الحاجات أن تبعية الطرق في مصر تختلف من هيئة أو من جهة لأخرى نحن هي الطرق مسؤولة عن الطرق الرئيسية بين المحافظات والمحافظات مسؤولة عن الطرق الداخلية داخل إطار المحافظة نفسها بالإضافة أن وزارة الإسكان مسؤولة عن الطرق الموجودة في هيئة المجتمعات العمرانية زي جاس من ريس التكتوبر وكرة جديدة دايت بعض الآزارة الإسكان بالإضافة للطرق الحرة التي تتبع القوات المسلحة تمام طبعاً أنا ما بنكرش أن فيه كثور في عبالية الصيانة ما بنكرش أن فيه معدلات حوادث معدلاتها يعني هي عالية أو كل حاجة لكن إحنا لسنا الأسوأ وإحنا مش كويسين يعني بمعنى أن التقييم بيرتبط بمعدل حوادث أو معدل قتلة لكل مئة ألف ساكن أو معدل قتلة لكل عشر تلاف مركبة أو معدل قتلة لكل مليون كليمتر مقطوع طيب أجل المعدلات كنت تخش في الصميم الموضوع يعني إحنا شاهدنا في آخر سنتين طرق كتيرة اتعملت ومجهود وافر اتعمل من هيئة الطرق والكباري واتعمل بشكل حتى يكاد يكون مقارب للشكل الأوروبي أو الستاندرد المثالي للطرق لكن بيغيب عن هذه الطرق الإرشادات المررية مفيش حتى السرقات المقررة مش محطوطة العلامات حتى اللي في الأسفل اللي هتوجه السائق برضو مش موجودة والحارات كمان العلامات اللي هتقول لكل سائق ليله الحارة برضو مش موجودة فاتعمل الطريق بمساحة واسعة وعريضة وتسافلت وتساب وكأن الناس اللي هتمشي على الطريق دوت لازم هي اللي مجبرة هي اللي تحدد بينها وبين نفسيها السرعة المقررة كام وهي كمان اللي هتحدد الحارات اللي هتمشي فيها وهي كمان اللي هتاخد بالها منها لنفسها لأن ما فيش إشارات أصلا على هذه الطرق أو ما فيش علامات ممكن أنها توجههم فهم المسؤولين عن كل شيء وفي النهاية بنفاجئ بحوادث وحوادث بشعة وبنشوفها يوميا ودماء على الأسفلت بشكل يومي يعني نطلق على هذه الأمور مسمياتها الأصلية اللي هي وسائل التحكم ممروري اللي هي وسائل التخاطب بين مستخدم الطريق والطريق إحنا عندنا مصنع على علامات مرورية في الهيئة بينتج في السنة 50 ألف علامة وبنركب كل شهر تقريبا أربعة ألاف علامة وعندنا تحديات كبيرة جدا بسبب سرقة هذه العلامات واستخدامها وتدويرها وبعها كخوردة وإحنا يعني لو نفس المعدلات دي يعني ما تسرقتش من سنة ولا اتنين وتلاتة ولا عشرة كان زمان حجم العلامات اللي أنتج وتم تركيبه عشر أضعاف المطلوب طيب يعني أنت بتدوم اللوم أنمت بتعمله لعليكو في الإرشادات بس بتتسرق أه بس مش كله بتسرق إحنا برضو في حاجات بتبقى موجودة محتاج لها سيارة محتاجة لأنه مفروض أن إحنا بفيستكمال وتغيير الفاقد والتالف واستكمال الموجود يعني لكن إحنا عندنا تحدي كبير جدا من عاملة سرق طيب الطريق الإقليمي ده إقليمي الجديد اتركب عليه علامات؟ أه طبعا اتركب عليه أنا بمشى عليه ده أنا أكمل حضراتك ما بشوفش عليه علامات الطريق الإقليمي يتبع قوات المسلحة تمام الشركة الوطنية لقوات المسلحة إحنا تم إنشاءه واستكماله وتأمينه بشكل متكامل وإحنا الواحدنا مش اللي أنشأنا إحنا أنشأنا جزء من تقاطعه مع طريق السويس حتى الإسماعيلية وكاته مسلحة أنشاء الجزء ووزارة الإسكان أنشاء الجزء لكن إدارته وتابعيته حاليا تتبع الشركة الوطنية طيب بشمال سيد خلينا بغتس نحط مبدأ لحوارنا النهاردة إن إحنا بنبني مصر الجديد طبعا إحنا النهاردة لا هنلوم حد ولا هنلاقش حد عايزين نحل ونشوف ليه ليه بيحصل كده في مصر وعايزين نتور من نفسينا طيب هنتكلف حاجة يمهمي جدا في جزء استراتيجي وسياسات لابد أنها يتم تطبيقها للحد من هذه الحوادس بشكل استراتيجي وسياسات خارج إطار الطرق وفي جزء تاني في إطار الطرق الحاجات اللي هي خارج إطار الطرق إن شبكة الطرق بتتحمل عبء كبير جدا نتيجة تحملها أكثر من 99% من حجم الحمولات ونقل البضايا الموجودة على المستوى الجمهورية رغم إن مصر ما فيهاش غير 89 ألف مركبة فقط وده رقم متواضع جدا فإحنا عندنا متوسط البضايع المتعرف عليه هو أكتر من كده حول 600 مليون طن السكة حديبتنا 4 مليون النقل للنهري 1.7 مليون اللي 2 مش مكملين 1% فشبكة الطرق تتحمل ده بالإضافة للتحمل ده فيه سماحية للحمولات الزيادة على الطرق هل تعلم أن حضرتك لو حجم المرور حجم الحمولة زاد 20% عمر الطريق بنزل لنص عمر الطريق بنزل في نص خليمي أتوقفك بقى عند النقطة دي يعني أنتو النهاردة عملتوا طريق وشكله حلوة قوي وجميل جدا وإذا كان فيه مؤولين بياخدوه بيتدوا أنهم يسلموا للإدارة وتبتستلموا الطريق وبعد كده الطريق ده في خلال سنة أو سنتين بيصبح طريق متكسر وكأنه لم يكن وده في غياب للصيانة التامة لهذا الطريق وكأنه خلاص يعني كاتل وظيفة أن احنا نعمل طريق وبعد كده نسيبه على عكس ما هو متبع عالمياً لطريق لما بتعمل دي له خطة للصيانة الدورية بحيث يفضل في حالته بصورة مستمرة احنا عندنا 13 منطقة على مستوى الجمهورية كل منطقة بتشرف على محافظتين أو 3 محافظات كل محافظة فيها وحدة أو أكتر للصيانة لكن احنا محتاجين فعلاً تدعيم المعدات وتدعيم للعمالة لمجابهة الزيادة الكبيرة في حجم شبكة الطرق خلال فترة الحالية هل تعلم حضرك أن المشروع القومة للطرق هيزود أطوال الشبكة بمعدل 15% ورغم أن حجم العمالة اللي بيخرج معاش ما بيجيش بداله وما بنعرفش نعين مكانه احنا عشان نواجه المشروع كامل والطرق كان عندنا عجز في المهندسين تقريباً نتعين 80 مهندس على المشروع وعندنا تقريباً كل شهر 2-3 مهندسين بيسافره تبدين مشكلة يعني أنت فكرتوا إزاي هتحلوها إزاي هتعوضوا العمالة لو عندكوا نقص في الموارد إزاي هتقدروا أنت تحلوها نتوجه عام في الدولة في تقليل العمالة لكن مفروض أن يتم عمل توازن بين حجم النشاط المنوط القيام به أو الوظيفة المنوط القيام به وحجم العمالة واتخصصاتها إحنا عندنا عجز في العمالة والسوائيين والمهندسين والرجال المعاملين يعني يعني فيه إحسايات بتقول أن مصر كان يزبط الموظفين في قطاع الحكومة أعلى بكتير من احتياجات الحكومة أنا عايز برضو حركة أوضح النقطة تانية بعد الثورة حجم طموح المواطن ذات فلابد أن يتناسب حجم إمكانياتنا بنفس هذا الطموح فكنا محتاجين إحنا نزود إمكانياتنا في هذا الوضع إحنا من سنة الفاتت كل إمكانيات الهيئة والدولة موجهة للمشروع قامل الطرق وده مشروع كبير جدا ده بيعيد بناء شبكة الطرق شبكة طرق بنية من الخمسينيات بجوار المجار المائية المجار المائية تتميز بنحنا حيات الحادة والخطيرة فما كانش عندنا تدرق في مستويات الشبكة أي شبكة زي أي شبكة ماي أو أي شبكة معلومات أو أي نتورك يعني بعبارة عن خطوط رئيسية وبعد كده تدرقات بمستويات أقل فالشبكة اللي بتتعمل دلوقتي هي الشبكة أساسية بمستويات هنسميها الطريق درجة أولى طيب أعطي مهندس سيد عردين السيدة المشاهدين دي طبع طوعات لطرق حالك زي ما انت شايف مفيش أي زابط ولا روابط لها واللي عايز يعدي يعدي واللي عايز يمشي يمشي في مصر كامل تمام طيب باشماندس سيد يعني فيه من الحاجات برضو اللي أنا بستغرب لها واحدة بنبني مصر الجديدة فيه نظام عالمي للطرق وهي الكارتة اللي احنا متعودين عليها احنا متعودين على الكارتة اللي هي الورقية واللي بيعرف يعدي يعدي واللي ما بيعرفش يعدي بيدفع الكارتة مزبوط كمان بنعمل عليها انشاءات من الخرصانة كبيرة جدا وبنحصل عطلة كبيرة جدا مزبوط للمرور تماما في الخارج هو مش نظام جديد هو نظام متبع في الخارج اللي هي الكارتة الإلكترونية بوابات إلكترونية وبيتم عمل كارتة صغير بتلزق على إزاز السيارة وبيبتد انها يتشحن زي الموبايل تماما لمفكرتش في الفكرة دي ان تتنموا بها موارد هيئة الطرق والكباري وفي نفس الوقت بصورة حضرية وهتقدر تعمل سيولة كمان في المرور ومش هيبقى فيه التكدسات الكتيرة اللي بتحصل على الكارتات احنا على فكرة بالفعل بدأنا في دام بقالنا سنة وتعامل خمس كرسات شروط مختلفة لبناء هذا النظام وده عبارة عن نظامين فيه RFID وفيه اللي هو DSRC اللي هو Dedicated Short Range Communication System ده عبارة عن بور ان ام بورد يونت فيها الكارت الحاجة بتقول عليه وده سيستم فعلا موجود عالميا وإحنا في اتجاهنا لتطبيقه جميل طب باشمانت سيد احنا نعرض الفيديو لسادة المشاهدين عن احدث حوادث الطرق وعايزين بقى من حضركة علاقين عليه ونشوف ليه هذا الحادث هل هو تأثير من الطرق نفسها ولا التأثير كان من السائقين حادث القرائمات اللي كلنا طبعا يعني حاسين بالألم والأسى لهذا الحادث الفضيع اولا حادث القرائمات زي ما نقولت حرك في البداية ده على طريق القوات المسلحة القرائمات ولا يتبع الهيئة وتم هذا الحادث توقيت الحادث نفسه هو السبب الرئيسي فيه اللي هو كان توقيت الشبورة الشبورة مش معنى انه فيه شبورة لنستعمل حوادث طيب كلينا بس نشوف الطريق ده يعني نبص عليه نظرة كده هنشوف ان الطريق الاسفلتي نفسه مش عليه اي علامات او حرات تبرز لكل سيارة تمشي فين كمان مش عليه اي علامات مرورية ممكن انها تنبه السائقين وعارفين ان دايما الطرق السريع لازم يكون عليها العلامات العكاسة اللي هتبين للسائق مدى حدود الطريق فده فيه قصور او في الطريق واضح جدا للسادة المشاهدين واضح برضو البشمواند السيد ان ما تعملش عليه اي حاجة من الحاجات المتبعة لسلامة الطرق يا ترى ليه يسأل فيها المسؤولين عن نظرة هذا الطريق يسأل فيها المسؤولين لان دا لا يدبع شبكة الطرق الكبار هنبتدي نرمي المسؤوليات على كل جهة دا مش معناه عشان انا ما ينفعش اتعدى حدودي في حدود انا اتحدث فيها ولو فيه قصور عندنا بقول لفيه قصور لان بداية الاصلاح ان يكون فيه صدق ومصارحة طيب باش مواند السايد انا نصفتك مسؤول رئيس الاداوة المركزية لان دا سبب الطرق اه ما عايزين نشوف يعني هو الحوادس الشبورة دايما بتتميز لها سمة ان عدد السيارات المشتركة في الحادث كن كبير جدا لان بيكون فيه زي كل متراكم بشكل معين في حالة الوقوف بشكل مفاجئ للسيارة الاولى ووجود عدم وضوح مسافات الرؤية بين السيارة والاخرى فبيحدث تكدس كبير وعدد كبير جدا من الحوادس وده مش موجود في مصر بس يعني الامارات من سنتين كان عندهم حادث زي ده كان 45 سيارة في شبورة بقى ولا بيحصل في كل العالم انت بوجهة نظرك ورؤيتك لهذا الطريق النهاردة على الشاشة كان متبع لهذا الطريق سبل الامان والسلامة للسائقين هو فيه جزء الطريق مسؤول عنه وفيه جزء قاد المركبة مسؤول عنه لان احنا مش هنقدر نملع شبورة ولا نقدر نمرع مطار لكن فيه اشتراطات معينة للقيادة في شبورة ايه هي الاشتراطات دي ان سرعة نخافض بشكل محدد ان يتم تشغيل الانتظار يتم الانتزام برحارة مرية عدم التخطي ترك مسافة امان بينه وبين المركبة الامامية وعلى فكرة الكلام ده بيعالج بتكنولوجيا عالية كبيرة جدا احنا برضو في انتجاهنا بندرسها فيه حاجة اسمها سبيد منيجمنت سيستم سبيد منيجمنت سيستم عبارة عن جنتري عليها بتحدد السرعة التشغيلية للطريق المناسبة لمسافة الرؤية في اوقات الشابور مانا بقول لحضرك احنا امكانيات ده امكانيات محتاجة امكانيات عالية كبيرة جدا وده بدأت طبق في دول عندها امكانيات كبيرة احنا دلوقتي في مرحلة بناء الشبكة الاصلية وده برضو ان شاء الله جاي بس يعني في مراحل جاية في مشروع الاي تي اس برضو ان شاء الله تمام طيب احنا برضو لكل السادة المشاهدين اللي بيشاهدونا كلنا بنعاني من المطبات المطبات اللي بيعملها الاهالي والمطبات اللي بتعملها هي الطرق والكبار تمام المطبات دي بتبقى مستوهي عالي جدا خصوصا على العربيات الحديثة وبالتالي العربية اللي بتطلع على المطب ونزلة منه لازم هيحصل لها اي مشكلة سؤالنا للمشاهدين انت رأيك كيف موضوع المطبات الصناعية هل هي حل انها تقلل حوادث الطرق ولا هي معمولة لتزود من مشاكلنا ومعاناتنا على الطرق طيب البشمهندس سيد موضوع الطرق ده من الحاجات الخطيرة جدا واللي بتتحكم فيها ارواح ناس ماشية على الطريق طبعا احنا في مصر وزي ما قلنا تعمل علينا طرق كتيرة جدا ووسعة جدا هل السائق المصري اللي راح يطلع رخصة المرور مؤهل انه يمشي على الطرق الواسعة دي اللي هي الطبع اكتر من اربع او خمس حراط بنشوف سوائن النقل غير متبع تماما باي طريق وغير متبع بكل اللي حواليه بنشوف كمان عربية النقل المحملة بالزلط والاسمنت والطوب والرملة وبنبقى ماشية العربية الملاكي وتلاقي الزلط عمال يتنطور عليك من كل حتة حتى الطريق اللي الدولة كلفته ملايين الملايين بيتدمر بسبب هذا الزلط حطيت ايدك على جزء من المشكلة او اطرفها احنا نزدين من اول قاعدة ان الطرق هي السابق الاساسي اللي حدث حركت يعني توصلت تطرقت الى المركبة تطرقت الى قائد المركبة عناصر العمد الاساسية للنظام الامان على الطرق عبارة عن خمس عمد تكلمت على ثلاثة منهم اللي هو قائد المركبة والمركبة والطريق في حاجة تانية اللي هي الادارة نفسها ازاي ندير ونعمل سياسات واستراتيجيات لهذا الامر احنا برضو عبدالي السادة المشاهدين برضو من احدث الحوادث اللي كانت على طريق المرك وكانت برضو حادثة اليمة وكلنا حسين بمدى الاسى لهذا الحادث المؤلم فاحنا بنتكلم دلوقتي التعميم في مستوى قائد المركبات يعني مقدرش اقول كل وحش ولا كل كويس فيه ده وفيه ده بدليل ان الحملات الانضباطية والمجهود الكبير اللي بتقوم بالداخلية بيجد نسبة تعاطي كبيرة جدا في قائد سيارات النقل واحد بيتعاطى قدرته على التركيز والادراك بيكون ضعيفة فده جزء كبير جدا من المشكلة القيادة تحت أسير مخادر جزء كبير جدا من المشكلة التهور في القيادة جزء كبير جدا من المشكلة تخط السرعة السرعة فعلا عنصر كبير جدا من المشكلة عدم الاتزام بالحرار المرهية في سلوك بشري تعدى الـ 75% هو جزء كبير من المشكلة وده مش معناه ان الطريق مش جزء من المشكلة احنا عندنا فعلا مشاكل موجودة في الطرق لها تأثير على وقوع حوالس لكن نسبتها كبيرة جدا يعني لما ديجوا نقارنها بالعمل البشري تكاد تكون 2 و 3 و 5% بالنسبة للـ 75% جميل باشموندس سيد متولي رئيس الإدارة المركزية لهندسة الطرق احنا طبعا لما أعلننا عن برنامجنا النهاردة سؤال المسؤول وكانت موضوع حلقتنا عن مشاكل الطرق تحاجلنا كتير من الاسم اس للمشاهدين بداية الشيخ أحمد مذكور بيقول طرق التجمعات السكانية بتجمعوا الخامس كلها بيزة ومكسرة قبل تركيب الغاز وبعد كمان تركيب الغاز احنا زي ما قلت حاجة في البداية لنهزية الطرق تتبع طب خلانا نتكلم بشكل عام يعني موضوع النهاردة بيتعامل طريق حلو جدا وبعدين فجأة بعد الشهر يبتدوا يكسروا في الطريق احنا هنوصل الكهرباء احنا هنوصل غاز وبعد ما يوصلوا التوصلات بتاعتهم بيبقى الطريق بايز وكأن الفلوس اللي بدفعت كتير في هذا الطريق كإهضار للمال العام وما فيش حد معتني بهذا الشيء وكأن ما فيش أصلا تخطيط احنا هنعمل ايه قبل ما نسافلت الطريق وقبل ما نعمله خلينا نكون صراحة مع نفسنا شوية احنا عندنا مشكلتين كبار التكامل والاستدامة التكامل بين جميع جهزة الدولة والاستدامة في وضع الحلول المناسبة هو ده اللي حقق النجاح للأسف ان عملية المرافق البناء التحتية بيحكمها تحديد ميزانيات محددة لكل مرفق لا تتزامن هذه الميزانيات مع خطط العمل هو ده اللي بيحصل وبيحسب بالارتباك انا على فكرة ترجمة كود تعصن غفورة لأصول الحفر في الشوارع وترجمة اللغة العربية وده بيحدد القواعد لما يجي نعمل حاجة زي دي تتعمل ازاي وامتا ومصفات ايه على ارض التنفيذ يعني باش كلها دراسات لا انا عامله ومستنين نتراجع وربنا سهل ان شاء الله طيب الاستاذ عب سلام معنا اتصال اهلا بيك سلام عليكم حضرتك احنا بنشوف الدول يعني دول زي دول الخليج دي المفروض ان احنا مصر متقدمة يعني كتاريخيا مصر متقدمة عند دول الخليج فيه انزء يعني نظم وطرق عملوا منظومة من الطرق جميلة جدا واخد بالحضرتك ما بيحصلش فيها كمية الحوادث ازاي اللي بتحصل عندنا احنا اعتبر بيعتبر لو دخلنا حرب مش هنخسر كل الاعداد البشرية اللي بنخسرها في الطرق دي فعايزين نعرف اي السبب يعني هل تقصير من المواطن ولا تقصير من الدولة ولا منين بالصدر شكرا فاني طيب شكرا اعطي لك سيد عبدالسلام اولا من ناحية التقصير الكل مكسر انا بحقيك على شجاعتك ان الكل مكسر اه طبعا لو ما قلناش كده احنا بنضحك عن نفسنا ولو ضحكنا عن نفسنا عمران من اتغير واول عنصر في التغيير عدم الرضا والصدق فبدال فيه صدق وفيه عدم الرضا على الوضع الموجود ده ولابد ان يكون بشكل مستمر حتى لو بقنا كويسين لو حسنا ان احنا كويسين عمران من اتغير فانا عاز اوضح بس الاخ الفاضل كلامه فعلا مصبوط لكن ده مش في كل حالات بيقدل نفس النتائج المملكة العربية السعودية طرقها على مستوى عالي جدا وافضل مننا بشكل كبير جدا ومع ذلك حجم القتلى في المملكة العربية السعودية زي مصر او تلت اضعاف مصر يعني حجم القتلى زي مصر يعني هو موضوع بس احنا النهاردة بنتكلم ان التقصير من جهة حكومية النهاردة ما بتأديش كما يجب ان يكون حجم القصور في حدود امكانياتك ايه امكانياتك ايه وبتأدي ازاي هو ده الوضع اللي احنا بفروض نقيم موحدة امكانياتي دي احنا عايزين نقف عندها لان لازم انتو كهيئة طرق وكباري لازم حتى لو كانت الامكانيات او الموارد اللي جاي مدلليكو المفروض انها نبتني ننميها ونوظفها بالشكل السليم اهم عنصر في الامكانيات هو العنصر البشري وفيه هجرة كبيرة جدا للعناصر المتميزة خارج مصر بسبب عدم الرضاء الوظيف ده لا بد ان احنا نكون صرحة مع نفسنا في هذا الانب طيب احنا معنا كمان اسم اسل اللي استاذ ياسر مصطفى بيقول كل الطرق متكسرة وهل كان داخل المحافظات وبين المحافظات متى سيتم الانتهاء من طريق زازيق الاسماعيلية المزدوج علما بان هذا الطريق تم العمل به منذ اكثر من عشر اعوام ولم ينتهي حتى الان وبيشهد يوميا الكثير من حالات الحوادث والوفيات وانه هو المدخل الوحيد لمدن القناة عن طريق الدلتر الناس اللي راح حسين عن طريق الدلتر بتاخد الطريق دوت والطريق يوميا بيشهد الحوادث والوفيات اولا موضوع انه كلك ترق مكسرة ده يعني التعبير غير منطقي وكل الطرق كويسة الكامل بس لحضراتك وكل الطرق كويسة برضو تعبير غير منطقي لو انا قلت كل الطرق كويسة انا غير منطقي وكل مكسر برضو غير منطقي في جزء مكسر وفي جزء يعني عشان بس نكون في منطقية في التقييم اولا طريق العباسة الاسماعيلية ده طول 52 كيلو ده تم ازدواجه في تعصر في حوالي 2 كيلو او 3 كيلو لم يتمل تأمنه لكن الطريق انتهى بالكامل وفي مشكلة في نازع ملكية في هذه المسافة بالاضافة ان في طريق تاني بالنسبة للدلتا فيه بالنسبة للدلتا فيه 3 طرق اعتبر بربطه سينة بالدلتا عندنا الطريق ده وعندنا الفردان الصالحية فقوس كفر سقر المنصورة وعندنا برسعي الدوميات المنصورة فدي طرق 3 محاور جديدة بتربط قناة سويس او مودم قناة سويس بالدلتا وهو عنده حق فعلا احنا محتاجين ان احنا ينشأ طريق حر لربط الدلتا باقليم قناة سويس والسينة لتسهيل هجرة المواطنين الى سينة وتعميرها بإذن الله وحتى كمان عشان مبادرات التنمية لعرض عليها سيادة احنا فعلا هو عنده حق في هذا الامر جميل طيب كمان دكتور حامد المكاوي بيقول لا يوجد طريق اسوأ من طريق عزبة النخل المرج ده طريق يتبع محافظة اليوبية وما قدرش تكلم عنه تمام كمان فيه دكتور محمود بن داري بيقول اشكر كل المسؤولين عن محافظة الشرقية لان كل الطرق متكسرة اشكرهم احنا على فكرة احنا هرد عليه برضو الشرقية من سبع تمام سنوات كان معظم الطرق اللي بتربط الزأزيق بالمراكز الرئاسية اللي حواليها طرق مفردة تم ازدواج الزأزيق ابو حمد الزأزيق من القمح الزأزيق بالبيس وجاري ازدواج زأزيق ديارب وفيه تعصر فيه وفيه تعصر فيه وفيه مشكلة فيه وجاري حلها يعني فدلوقت وكل الطرق اللي هي بتربط المراكز بالعاصمة الزأزيق كلها مزدواجة وده ما كانش موجود يعني وفيه استراتيجية للدولة على فكرة وخلصت ان كل العواصم مربوطة بطرق مزدواج تقريبا يعني يعني حد يقول لي عاصمة ايه بايه مش مربوطة بطرق مزدواج على مستوى الجمهورية كلها لكن للأسف بيحصل تعدي على الطرق وبيتم البناء بجوار الطرق ده اللي بيساعد على انتشار المطبات وتهديد الحركة المرية بشكل كبير لا والأهالي كمان بيساعدوا في دول المطبات ده بشكل يعني دي فوضة فوضة كبيرة صحيح وموضوع المطبات كمان ما بتعملش بالطريقة الستاندرد أو طريقة المسالية العالمية طبعا سواء بقى داخل القاهرة أو حتى في الأقالي يعني دي معاناة كبيرة جدا احنا بنعاني منها وإحنا ما بنشقش مطبات بالشكل الموجود للأسف إحنا لما بنجي نطلع ونعمل مطب الأهالي بيرفعوه بيرفعوا منسبهم بمعرفتهم ومحدش بيقدر يتدخل معاهم وبيتعدوا على رجال الأمن وعلى مهدسين الطرق اللي موجودين كمان لأن المطب العالمي في عندنا نوعين يعني في نوع اللي هو المطب الصوتي ده للطرق السريعة ما يفعش تعمل فيها مطبات يعني الطرق اللي هي داخل كتل السكنية بتعمل حجس ماس بالتيبل ارتفاع المطب لا يزيد عن 10 سنتي وعرضه 5 متر بحيث أن العجلتين بتوع المركبة بيكون على بداية ونهاية المطب ما يحصلش احتكاد بين سطح المطب وأسفل السيارة وده يعني ده المشكلة اللي فعلا بتعاني منها وكلنا بنعاني منها طيب باش مواندو سيد احنا عايزين بقى تنصح كل السائقين اللي على طرقنا في داخل مصر بتنصحهم بايه عشان نتجنب الحوادث أولا عندنا ثلاث حالات المرحلة الأولى قبل ما يقوم بالرحلة بتاعته يعني هو لسه في بيته بيقرر أن هو يقوم بالرحلة بتاعته فعندنا حاجتين لازم يجهزهم يعني هل هو مهيئ نفسيا وصحيا وبدانيا للقيام بالرحلة ده ولا لا أنا نعم كويس ولا لا مركز ولا لا إن حالة العصبية بتاعت شكلها إيه لو واحد مريض سكر أو مريض ضغط بياخد الأدوية بتاعته ولا لا مدى قدرته البدانية والتركيه وقدرته على التركيز في هذه الرحلة ده مهم جدا أثناء الرحلة عندنا ثلاث مراحل لقائد المركبة إنه بيعمل اسكان يعنيه وبعدين بيحدد المشكلة وبعدين ياخد القرار بتاعه الالتزام بالحرار المررية الالتزام بالمسافة البينية ما هو الحرار المررية دي يعني كنا نستوى أفتحك عنها لأنه أصلا ما فيش طرق متخططة للحرارات طب المتخطط بيلتزم بيه ما شيء اللي مش متخطط لا حق ما هو المش ملتزم ده لازم يكون المتخطط بيلتزم بيه لازم يكون في نقطة على الطريق لمرأبة الطريق من الطرق والكباري بتبتدي إنها تشوف أنا برضو عشان أقول لحرار وتبتدي إنها تبتدي إنها تبتدي أنا عشان برضو أقول لحرار الكنترول أو التحكم للطرق إحنا أنشأنا مصنع البيات مخصوص لسه بدأ إنتاجه الشهر ده تمام والإنتاج بتاعه كله بيروح لنا وبينتج تاكل الاستعابية بتاع السلح حتى البيات بتاعتنا بس نتمنى إنها تبقى زي الخارج وتستمر لإن هي بتقعد فترة سيارة لا أنا عايز برضو أنا عايز أوضح موضوع البيات ده الخارج عنده عنصر مش موجودة عند ده يعني أوروبا والدول اللي فيها مستوى التخطيط جيد ارتفع نسبة الأمطار بتخسل الدهنات الأرضية إحنا عندنا طورة ترابية هي اللي بتعمل اتساخ لخطوط فبيبال للمواطن إن هو اتمسح يعني إن هو حصله نعمل اتساخ طيب إحنا يعني في نهاية حلقتنا بنشكر المهندس السيد متولي رئيس الإدارة المركزية ليه هندس الطرق أنت شرفتنا النهاردة كمان بتمنى من كل أسادة المشاهدين اللي بيشاهدون نلتزم إذا وجد بالعلامات المررية والسرعات المقررة إلى هنا عزيز المشاهدين بنوصل لنهاية حلقتنا من سؤال المسؤول نلقاكم إن شاء الله وحلقة جديدة فإلى اللقاء شكرا شكرا